نجوج دي المواضع اللي لعبت عليه هاد الأنظمة السلطوية لتسويقي صورة الحاداثة المرأة وااااااا اقتصاد السوق نشدد مرة اخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات وقد حرسنا منذ اعتلائينا العرش على النهود بوضعية المرأة وفسح آفاق الارتقاء إمامها ويعطائها المكانة التي تستحقها بمعنى آخر كيقولوا ليهم يكنتم بالنسبة لكم المؤشر الوحيد دي العصرانك المجتمعية المرأة سيدي احنا غادي نعطي للمرأة الحقوق ديلا وحنا هاتشي كنعرف ورا كان عندنا واحد اللقاء متمر جدا هذه واحد أسبوعين ودقالت بواحد طريقة مقنعة جدا كيفاش أنه لا يمكن طلاق الحقوق المرأة من حقوق الإنسان وأنه هاتشي في آخر المطاة في المرأة ما كتربحش أنه لا تعطيتها حقوقها وليكن في إطار واحد العادلة غير مستقلة في إطار واحد الجهاز أمني متعسي في الآخر ما ربحته هالو دون كين هذا الجانب الجانب الآخر هو القادية دي الاكدوبة دي الاقتصاد السوق الاكدوبة دي الاقتصاد الليبرالي واللي وقع في هاد البولدان وبن علي ومبارك وحتحنا مع الأسف كان مثلوا هاد هاد نوع دي الاقتصاد هو أنه من لي وقعت الأزمة دي التمانينات وأنه صندوق النقد ونحن نمشي نعن صندوق النقد الدولي حنا وميصر وطنسي وقلنا ليه الله يخليك را مخصنا الدولارات إلى هادا قال لنا دوتي غادي نسلفكم الفلوس ولكن على الشرط رأي خاسكم تعيدوا الهيكلة دي الاقتصاد ديركم غادي نعيدوا الهيكلة دي لكم لانهات القصاد دي لكم دي اللي تنشوفو دا ما كنشوفش كيفاش تقدوت ردو لي فلوسي أشنا هي الهيكلة هنا في جينادك شي ديال الكونسانسيج دي واشنطن هذيك الوصفة اللي تبقوها على الجميع ديال قادية ديال الخوصاصة وديال تقليص ديال المصارف ديال الدولة إلى أخيره إلى أخيره إلى أخيره وكانت من جملة المسائل كانت أن الخوصاصة وكان واحد البند لي البند العاشر كانوا عشرها ديال فريق الوصفة كانوا عشرها ديال العملية تخصدر البند العاشر لما تعطيته الأهمية دياله اللي هو حق الملكية حفظ حق الملكية اللي هو في العمق دياله واستقلال القضاء إلى أخيره وأنه ما كيجيش ما كيجيش الناس المقربين من السلطة السياسية سطو على 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 ذك شي ديالك هذي ما تعطيتهش الأهمية أشدروا هذي الأنظيمة أشدر الحسن الثاني وغادي نقولوا هذي القضية ماشي الحسن الثاني صراحة محمد السادس أكتر لأن هاد هاد الانفيلات وقع ما محمد السادس أكتر مباراك بن علي إلى أخيره أشدروا قالوا لهم آه ما بغيت منقيتش بغيتوا الدولة ما كيجي مشكلة الدولة ما عنداش الموارد بغيتوا بغيتوا سميته بغيتوا القطع الخاص ما كيجي مشكلة القطع الخاص هو محنق هو محنق هو مع عائلة بن علي ومع عائلة مباراك وما هادي وما هادي وحققت الأمر ما داروا شي اقتصاد السوق داروا المافيا لأن هذه المافيا شنين المافيا المافيا هي اللي يلبيعوا الشراب لقانون يلبيعوا الشراب وواحد كي دير اللي يبغى هذه المافيا هاد شي هما اللي داروا لنا داروا هاد القضية هاد أعطوه ذاك الوجه النعيم ديال هانتم اقتصاد السوق وذك شي صوري وداروا ما قاعد ترسان المؤسستية اللي تتوحي أن عند الاقتصاد السوق الحر داروا هرى والعباد الله ولكن في الحقيقة الأمر ذاك شي كان صوري في حقيقة الأمر كانت عندك فتيراسية اقتصادية لف لف ها ندبتا هادروا على مبارك مبارك هادك شي ديال الكريدي سويس اللي خرجوه لمنذ ذاك الجريد بينات أنه مئات الملايين ديال اللور اللي كانوا مخبين اللي كانوا مخبين تمه وبن علي ومع الاسف حتى في المغرب بالمالكية المغربية تهي مشتفة منحة هذا في الألفينيات بالخصوص في الألفينيات بالخصوص اللي وقع هو أن نصف تنقب وأنه فعلا من المسائل اللي نزوغنا اللي كانت شبت بها هو أنه نبين هاد الأكدوبة ديال السوق أن الاقتصاد أن المغرب مبني على المنظومة ديال الاقتصاد الحر إلى آخر إلى آخر بالتالي لهذا كانوا دكت شعارات ديال فصل الثروة على السوطة خلي الناس فهموا فطنوا بهذا الشي فهم دب الناس هاد شي اعرفوه دب الناس مطوش يقدروا يقولوا المالك لماذا المالك عنده هادي وعنده هادي وعنده الطاقة وعنده هاش يقولوه كيقولوا أخ نوش دب كلهم أخ نوش أخ نوش أخ نوش والمعناة ديالها هم رأى مقادرين شي وصلوا للمالك ولكن من لي كي يعيبوا على أخ نوش لأنه رجل أعمال بالخصوص وزير أقول فيه إشكال أرى معناه أرى الفهم يفهم هو أنه إذا يلقل بتاع خنوش تقوله على ذاك اللي فوق منه ومشيغر على خنوش مشيغر على خنوش بوحده